اشتركوا في القناة 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 مهمة جدا حتى ان بعض اهل العلم جعل تعلم اللغة العربية واجبا في الدين فقال ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب ويجب على المسلم ان يفهم القرآن ويفهم سنة النبي وباعتباران القرآن والسنة باللغة العربية فيجب عليه ان يتعلم لغة العرب ويجب ان نميز بين لغة العرب ولهجات العرب وبين لغة القرآن لأن لغة القرآن فوق اللغة العربية وفوق اللهجات والقرآن فيه لهجات سبعة فيه لغات سبعة وهذا القرآن برك الله فيكم هو بلسان عربي مبين ولكن مع الوقت دخل الكثير من الناس غير العرب وغير الناطقين بالعربية دخلوا الإسلام فهذا الذي دخل الإسلام لابد أنه يريد أن يتعلم الإسلام يريد أن يتعلم القرآن يتعلم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو لسانه ليس عربي فلابد أن يكون من العرب من يفهم لغة ذاكة أو العكس لابد أن يكون من لغة ذاكة من يفهم لغة العرب حتى ينقل القرآن إلى لغة ذاك وهذا النقل نقل الكلام من لغة إلى أخرى هو الترجمة والترجمة والترجمة إما أن تكون حرفية وإما تكون معنوية وإما تفسيرية يعني أما حرفية ترجمة الحرفية نقل ألفاظ من لغة إلى نظائرها من اللغة الأخرى النظم يكون موافق والترتيب يكون موافق وأما المعنوية هو بيان المعنى معنى الكلام وأما التفسيرية هو تفسير معنى الكلام على أقرب أو على أرجح تفسير على أرجح تفسير أما الترجمة الحرفية فلا شك يا أخوة أنه أبدا لا يجوث أن يترجم القرآن ترجمة حرفية وأن يقال عنه قرآن لأن القرآن كلام الله وهو بلغة العرب فما في له ترجمة إلى لغة أخرى يعني ما تأتي الترجمة وتقول هذا كلام الله وهذا خطأ كبير من الناس الذين يطلقون اليوم على التراجم أن القرآن باللغة الألمانية والقرآن باللغة الإسبانية هذا خطأ كبير لماذا؟ لأن القرآن بارك الله فيكم لا يترجم لأن كلام الله سبحانه وتعالى لا يستطيع أن يترجم واحد من الناس ولا يصل إليه لا يصل إلى نظمه ولا يصل إلى ترتيبه ولا جزالة ألفاظه ثم هو باللغة العربية فإنما لما تحكيه بالإنجليزية أو تحكيه بالفارسية والتركية هذا ما تصبح القرآن فإما أن يكون ترجمة حرفية وأكيد الترجمة الحرفية لا تجوز ولا يجد أدن شبهة عند العاقل عند أي عاقل؟ ما في أدن شبهة أنه بعدم الجواز لأن كلام الله كيف ستترجمه أنت نزل باللغة العرب نزل باللغة القرآن فترجمة للقرآن الحرفية ما ما يكون الإنسان عالما باللغات وفاهم ما ما يكون ما لا تجوز ترجمة الحرفية أما المعنويا فالقرآن له معاني أصليا ومعاني أقل ثانوية أو فلنقل في هناك آيات محكمات معناها واضح هناك آيات ليست محكمة متشابهة معناها غير واضح أما الآيات لمعناها واضح وما في معنى آخر ماذا قل هو الله بأحد واضح واضح يعني ما يحتاج أي إنسان سيقرأ هذه الآية يعلم قل هو الله وأحكد محمد رسول الله متى فمعنى واضح ولكن هناك آيات في القرآن اختلف أهل العلم حتى في معانيها ونغة العرب يعني مختلفة أصلا في معانيها وهنا الترجمة صعبة أما المحكم والمعنى واحد والمعنى واضح فهذا سهل أما الذي فيه معاني مختلفة فهذا أمر صعب جدا لماذا؟ لأنه فيه مسألة الترجيح يعني لم يختلف أهل العلم بمعنى معين أو لامستهم النساء أو لامستهم النساء يعني هل لامستهم هنا بمعنى مجرد النفس أم لامستم النساء بمعنى الجماع فالترجمة المعنوية ستترجم أي معنى من هو فتقول أو لامستم النساء وأما الترجمة التفسيرية فهي ترجمة تفسير معاني القرآن ترجمة تفسير معاني القرآن وهذا هو الحق وهذا هو أبلاغ الدعوة وأبلاغ الإسلام مع مع وجوب تعلم اللغة العرب حتى يفهم الأعجمي ما يقرأ من كتاب الله وما يصله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو يصبح غورث بني والسłosوب الترجمة براك الله فيكوم باقاني براك الله فيكوم ساكم باقاني براك الله فيكوم ان стоكم باقاني una وأنا وأنا mir وأنا أولا وأنا هن큐 honest يدعب أمر مزحب المجدد بهم أمين مزحب المجدد بالتقية في أختك أخذ الحديث مثل طبيعي تكتب أمرو مزحب المنزح ويمديها في المنزح في المنزح حديث امرو مزحب المنزح المترجم للقرآن 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 Weil der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم aus Mekka kommt, aus Quraysh und Quraysh war Araber und Quraysh gehörte zu Kinana und Kinana in der Abstammung ist zu Ismail عليه السلام, der Sohn von Ibrahim und der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte, der Erste, der mit der aramischen Sprache gesprochen hat oder deutlich gesprochen hat war Ismail عليه السلام und diese arabische Sprache ist die Sprache die später im Koran und der Koran wurde in sieben Dialekten herabgesandt, in sieben Dialekten und dieser Koran, diesen Koran was wir heute haben beinhaltet diese sieben Dialekte in sich wir reden nicht von Lesungen des Korans, die verschiedenen Lesungen Rezitationslesungen wir reden von dialekten, die im Koran sind und die waren sieben weil der Prophet صلى الله عليه وسلم sagte der Koran wurde auf sieben Buchstaben herabgesandt oder sieben Sprachen und diese sieben Sprachen das waren sieben arabischen Dialekte von den verschiedenen arabischen Stämen wie Quraish oder Barakalofikum die Leute aus Medina oder die Leute aus Jemen und so weiter und so weiter und dieser Koran Barakalofikum brauchen die Leute um die Religion zu lernen das heißt wenn ein nicht wenn ein nicht Araber den Islam angenommen hat wie wird diese Person den Koran lesen wie wird diese Person die Hadithe die Überlieferung vom Prophet صلى الله عليه وسلم verstehen lesen ohne Übersetzung geht es nicht und wenn man abwartet dass die Leute arabisch lernen dann werden die Leute jahrelang umachten wie sie die Religion lernen und das ist nicht die Weisheit der Praktisierung der Religion und deshalb Barakalofikum braucht man unbedingt Übersetzung diese Übersetzung sind drei Buchstaben treu oder man sagt man sagt wörtlich wortwörtlich Übersetzung des Sinn des Sinnes und Übersetzung der Bedeutung Barakalofikum Buchstaben treu Übersetzung oder wörtlich natürlich geht das nicht ohne Zweifel jeder jede vernünftige Person wird das sagen der Koran ist auf Arabisch wörtlich kannst du das nicht wiedergeben egal welche Sprachen du kennst egal wie du geniebt bist und so weiter du schaffst das das geht nicht weil der Koran auf Arabisch ist und eine Übersetzung in einer anderen Sprache wird niemals der Koran bei der Arabisch Sprache behalten sondern dann ist das in einer anderen Sprache und dann ist das nicht mehr Wort Gottes du kannst nicht sagen jetzt wenn man sagt Gott du sagst das ist Allah weil Allah nicht Gott ist in der Sprache in der Sprache ja du kannst nicht sagen zum Beispiel Allah sagt am Tag du kannst nicht sagen ja ich übersetze am Tag aber im Arabisch heißt Nahar deshalb wörtliche Besetzung oder oder buchstabentreue Besetzung des Koran ist verboten ist verboten und das ist da braucht man dafür kein Beweis weil das bei jedem vernünftigen normalen Menschen der Verstand hat klar ist ist auf Arabisch kannst du nicht sagen auf Deutsch ist das gleiche oder dasselbe oder auf Französisch ist dasselbe dann Übersetzung vom Sinn das ist in Ordnung aber hier haben wir ein Problem es gibt Ayate im Koran die deutlich sind und Ayate im Koran die mehrdeutig sind wie dass man okay die eindeutige oder die deutige die die eindeutig ist klar Allah ist der einzige da versteht man aber wenn wir mehrdeutlichkeit mehrdeutigkeit haben das bedeutet wir haben mehrere bedeutungen für ein Ayat oder für ein Wort was werden wir tun da braucht man richtige Arabisch Sprache richtige Sprachkenntnisse in der übersetzten Sprache und da muss man auch religiöses Wissen haben ohne das kann man das nicht übersetzen deshalb das ist schwer da bleibt Barakalofikum dass man die Bedeutung der Ayat oder des Sinnes wiedergibt und das ist das Richtige dass man der Fsir vom Koran übersetzt das wird man erklärt die Ayat und diese Erklärung wird übersetzt und das ist das Richtige Allah wird das Wörtliche geht nicht sinnmäßig ist sehr schwer und da bleibt die Bedeutung das wird für einen Araber selbst der muss die Ayat Erklärung bekommen damit er die Eifer versteht und diese Erklärung der Ayat wird übersetzt aber man darf nicht sagen das ist der Koran sondern man sagt das das ist ungefähre Übersetzung von der Bedeutung der Ayat oder vom Sinn dieser Ayat und das ist sehr wichtig zu verstehen Barakallahu Fikam einige Leute hier großen Fehler machen indem sie denken dass sie der Koran übersetzen kann oder dürfen und das geht nicht wallah ta'ala a'ala wa'ala that's barakallahu fikam äh اذا قلنا ان القرآن ما يترجم ما يترجم انما الذي يترجم هو المعنى معنى الايات او تفسير المعاني هذا الذي يترجم طيب فهل يجوز ان يقرأ بغير العربية في الصلاة في الصلاة يعني ان تقرأ قرآن هل يجوز ك ان تقرأ بغير العربية القرآن اولا غير العربية معنى مقرآن ان تقرأ مثل معنى اما ابو حنيفة رحمه الله تعالى فاجاز ذلك اجاز القراءة باللغة الفارسية او بغير العربية وقيل انه تراجع عن ذلك واما الامور المالكية والشافعية والحنابلة فقد منعوا القراءة بترجمة القرآن في الصلاة سواء كان قادرا على العربية او ذر قادر ابدا القرآن بلغة العرب ويقرأ بلغة العرب وبرك الله فيكم اقول امة المذاق معروفة اما الاذكار اما الاذكار فبعض الاذكار لا تكون الا باللغة العربية وبعضها لا بأس اذا قيلت بغير اللغة العرب والله تعالى على وعلا قال العام لكن بارك الله فيكم اللغة العربية الاذكار 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 اللغة العربية 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 وليس من الأعمال شيء تركه كفر الا الصلاة من تركها فهو كافر وقد احلى الله قتلها بارك الله فيكم دعاكم الله خيرا ترك الصلاة ترك الصلاة كفر لا ريب فيه ما في شك أنا ترك الصلاة كفر وأما تارك الصلاة فهو كافر كان الصحابة لا يرون لا يرون شيئا تركه كفرون سوى الصلاة للأحاديث التي أتت في ذلك العدل الذي بينهم بينهم صلاة من تركه فقد كفر بين الرجل وبين الشرك الصلاة ترك الصلاة طيبونها كفر وكافر طيب نحن تعلمنا أن الكفر كفرا وأن الفسق فسقان أن الظلم ظلمان طيبونها ترك الصلاة كفر وصاحبها كافرا عن أي كفر أن نتكلم هل الأكبر أو الأصغر هل هو الكفر الذي يمقن من الملة أم الكفر الذي يبقي في الملة ولكن المعنى أنه يأتي بعمل الكفار لأن الكافر ما يصلي أما المسلم فيصلي المشرك ما يصلي أما المسلم والمؤمن فيصلي لذلك بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة أو الصلاة فاختلف أهل العلمي على أقوال في هذا الأقوال منهم من قال اختلفوا أولا لماذا اختلفوا للأدلة يختلفوا الأدلة اللي أتت منهم أخذ هذه الأدلة من تركها فقد كفر ما كذا ومنهم أخذ الأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يتيه أحد يسلم كان يعمره بالصلاة ولكن ما كان يلي على شرط إنه لا إلى الله فقط وقصة آل ثقيف وقصة الإسلام على شرط فاسد وقصة أنهم ما صلوا طيب فلو كانت الصلاة ترك الصلاة يخرج مني لك أنا خرجهم من أول فاختلفوا في الأدلة اختلف أهل العلم في الأدلة ولكن قالوا تركوا الصلاة من تركها جحودا أو تكذيبا أو استهزاءا أو شركا إلى غير هذه الأمور فقالوا فهذا كافر خارج من الملك واضح أما من تركها تكاسلا يعني هو يعلم أن الصلاة واجب عليه ويقربه وجوب الصلاة لكنه يتكاسل وأخذته الدنيا داخل المعاصي فهنا بعض العلم قال خارجه من الملة وكفره كفر أكبر وإنه قال لا هذا عنده كفر أصغر وهو مسلم ولكن قد يعذب على تركيه الصلاة هناك قول ثالث الذي ينظر إلى القرائن قرائن يقال له لماذا ما تصلي تقول الصلاة جهل وتخلف فهذا أكيد كافر واحد تقول لماذا تصلي يقول الله أعلم أنها واجبة وأعلم أنني مغطئ فأصلى الله سبحانه وتليه ديني ودعو لي إن شاء الله فهذا ما نستطيع نقارنه بالآخر فالقرائن هي التي تدل على كفره خروجا من الملة أو كفره الكفر الأصغر أنه ما يخرج من الملة والله تعالى أعلم أما الإمام أحمد فيرى أن تارك الصلاة تكاسلا يخرج من الملة استقر كلام الإمام أحمد على ذلك ولذلك الحنابل يقولون مقلم ولكن كثير منهم يقول أن تارك الصلاة لا يؤسل لا يكفل لا يدفل من قابل المسلم ولا يترحم عليه ولا يصلى عليه لأنه يقول كافر خلاص والإمام أحمد في المسألة خمسة إلى سبع أقوال خمسة إلى سبعة أقوال أقوال استقرضت أو استقرض قوله أنا تارك الصلاة ولو تكاسلا خارج من لي بعض العلم قال هم باب الزجر بعض العلم قال لأنه ما وصل الأحاديث إلى غير ذلك هذا قوله رحم الله تعالى وأما قول الجمهور وأما قول الجمهور فإنه مسلم تكاسل أنتم متكاسل مسلم ولكن وقع في الكفر الأصغر وأمره إلى القاضي أمره إلى القاضي القاضي هو الذي يحكم فيه وصلى الله العافية والسلام السرجسول تارك الله فيكم سأخ estable الإمام أحمد يقول هم تارك الصلاة ولكن cree freshman لا تكاسل سوف يكفر كفر ikle وند근 من القضاء لان تلك خدا من ان الأحادي forget ومن سيكون هذا الوحيد من هذا الوحيد من هذا الوحيد من المساعدة أكبر الأقط movement وسيادت كان سيادت كuary أو أنا أنفع أليس اللقعة والإ Thunder الاخر محسسي وقت ومع محسسي محسسي ما يعني هذا؟ هذا يعني Imam Ahmed محسسي استطيع أن يملك أراد أن أقل من يستطيع أن يساعد مصبوب فهو لم يكن مصبوب ولم يساعد الاسلام أثناء السلام أخرى أن يقولون أن الجداد لكن المؤسسس سواء إذا كان يساعد كفر أما أن يساعد كفر لكن يساعد الكفر كفر يساعد كفر كفر يساعد كفر يساعد كفر لا يكفي لها كالتحيات كفرية يعني أنه يساعد الله وقالتك يقول وقالتحيات البيت صلى الله عليه وسلم قال بينما يكون موسلم ومثل المثل هو مكتبه وراء للك قفر ذلك كفر يساعد مباشرة هل ههل سألنا 40مб والعرفة؟ لنضBS على نول هذه النوات الاولى heeft جوة ك مثل ك هناك إلس سألنا هل هذا كلمان، أنه يا عرفة الكلمس المسلمات. أو قفر شيطاً أنك مسلمة لكن يخفر شيئاً ما يفعله في المسلمات لكن هذا يمحر يمحر يمحره محر يمحر يمحر محر لكن يمحر لكن يمحر هذا هو هذا هو وديك هم أعاد ذلك المسلمات di Sahaba gab es nicht was wir als Kuffer wenn man das unterlässt außer das Gebet das stimmt und das sage ich auch aber meisten sie hier den großen Kuffer oder meinten sie den kleinen Kuffer das ist die Frage warum haben die Gelehrten unterschiedliche Ansichten wegen بقية 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 انهم قد من بعض نحن كما أنت قال كفر وقد كما أنه أن كل ما المقبل أنهم مقبل الاجراء أنت من بعض من الغرة المقبل ومقبل النحن المقبل يمرون في حيث أن zerosأنت المعرفة لا أدري لا أدري إنما كلام يدرون العظيم للهدى في حيث يمرن بعض الموجودة ونصد النظام بالبارمارسة هذا يدرون كشفاء وعليم عظيمة ونواسق يدرون كلام ومن ثم يترون للعوش من الفيه يقولون إنهم الكثير من سيقتني أنه ينسل بأنه من القرارة ولكن يحبون أحضر الكثير من قرارة أو أكثر الكثير من قرارة بمانك عمد ترلم أكثر أكثر القرارة الآن إذا كان الآن إذا نسل بأنه من القرارة أي انه عن ذلك النظام المساعدة من الإسلام من العديد من العافية من العملي من العديد وهذه سحاولة نصف لن يanken عملي منهم عملي من ذلك الأمام عملي منزل الحملي من رعيش لكنّ أحد جزائز على الأعجل، إمقام المواهرة الأعجل، يمجحول الشماء ب reload أعجل، أخذ العديد على إجازة التغيير، تعدلت من السبب الفقر، وهذا الشيء يعني لا يوجد مسجل. ثالثة الثالثة وإن هذه المتحدة أني يحدث نحن جديد فور عنا مكافر مثل كأسف أن يتكلم أن تأني مريضا أنالي تقول الأسفر أنالي تقول الأسفر ما قمتت تحق ذلك هل تبت لكم شخصا؟ ما هم ستبت لكم شخصا؟ هذا لا أشياء لم يكن هذا ما ليس كذلك لا أشياء أشيخ الإسلام لتنمي يقولون أن تقلبه يسألون مجانبه أسوه أسوه يقولون أسوه يقولون أنه لا يبت لكن للهجمال يجب أن يحلون فطر هذه الأشياء يجب أن يتبعه لا يوجد إنه ملاحظة أرغب أرض أن هذا الشيء ليس يجيب أن يكون بهذا لا يوجد نسلم تزالة وسن استفقى للمسلم للمسلم ما يسقط将ه نفسه وأنت تعتكي أن هذا الشيء منه أو أكي يمكن أن يكون معي يقولون أن يكون معي بيته لو أنك محفظة اشتركوا في محفظة في هذا المتابع هذا ليس بسيارة وإذا كنت تعتقد أنه محفظة هذه المتابعة لكن الله تعالى يكون هم سيارة تتغير من الجبال وصف الوضعه من الجبال وووووظوط ووووظوط ووووظوط منه قتال لي مستم بسم لكن فاني علي أن دعوني تقول اب في المال لديه من الجبال لحظة ولا هذا لا يؤذر الله لا يؤذر الله لا يؤذر الله إنشاء الله فاني الله مفتبت وقاله انه منه من المال اشتركوا في القرآن لكن绐 من الله تعالändern او الله تعالعون المام حمد المام حمد 5-7 اوص你看 meng tomنا ارفع اêtreت او اذا فضل امüzik فعل Burasa ما ضلعfort 7-5 او صب Hangул من المام حمد لكن والتي الأولى التي يوجد في المام Ahmed هو الشخص الذي يتصلك أي من أغطاء يحطك من السلطة الشخص الذي يحطك المام Ahmed لقد قمت اما يحطك يحطك الآن لماذا نهانيا فى السؤال والتي التي لا تزارك جب وانه الشكل أشياء أبداً أن شرع اعمل لكن الأخرى السن сильно يجب أن تحلق وإبدأنا الله تعالى ، الله تعالى هذا الجيوس لك محاولًا لقطع من الزراج من هذه المده شكرا لكم وإجاند الله خير وقال الله سبعان تلف ميان طيب كل نهاية الدرس قلنا عندنا الحديث عن أبي وريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحد أحد الناس أيعطيه أو يمنعه أن يعطيه أو يمنعه متفق عليه نوم البركة فيكم رضي الله عنه الأبي أعوذ بالله السميع لك سورة النجم الآية الزكس سورة النجم بارك الله فيكم سورة النجم دعاء الزكس سورة النجم الآية الزكس أعوذ بالله السميع العليم للشيطان الرجيم هذا نذير من النذر الأولى هذا نذير من النهر الأولى آزفة الآزفة آزفة الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة ليس لها من دون الله كاشفة أفمن هذا الحديث تعجبون أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون وأنتم سامدون فاسجوا لله واعبدوا فاسجوا لله واعبدوا بارك الله فيكم هكذا نتهينا من سورة النجم إن شاء الله لهاية الأسبوع نبقى كذلك نراجع سورة النجم هذه الأيام التي بقية ونتابع في سورة القمر بارك الله فيكم wir bleiben noch die drei Tage die geblieben sind من سورة النجم aber wir دول mehr آيات ساعة 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 und dann machen wir من سورة القمر بارك الله فيكم ساعة بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم اقتربت الساعة وانشق القمر اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آيتي يعرضوا ويقولوا ويقولوا سحر مستمر ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر وكل رجاء من الأنباء ما فيه مستجر ما فيه مستجر حكمة بالغة حكمة بالغة فما تغني النذر فتولى عنهم فتولى عنهم يوم يدعو الداعي لا شيء نكر يوم يدعو الداعي لا شيء نكر خش عن أبصارهم خش عن أبصارهم يخرجون من الأجداث يخرجون من الأجداث كانهم جراد متزر كانهم جراد متشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر وقالوا مجنون وازدجر وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه فدعا ربه أني مغلوب فانتصر أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمد ففتحنا أبواب السماء بماء منهمد وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قد فالتقى الماء على أمر قد قد فالتقى الماء على أمر قد قد فما يا حبيث أني ماذا أبواب ترجمة نانسي قنقر فأول من نتق بالعربية إسماعيل هي اللغة اللغة قريش ليست اللغة العربية تبعاً اللي كان يحكوها جرهم أو كان يحكوها العمالقة أو كان يحكوها الأزد أو هذول غير شيء يعني ثمود وعاد هم قالوا أن ثمود وعاد وقوم شعيب أهل مدين كانوا أيضاً من العرب والأنبياء العرب هم هؤلاء لكن الله أعلم لكن المقصود لما قال النبي صلى الله عليه وسلم أول من نتق بالعربية إسماعيل قصد عربية قريش بارك الله فيكم بارك الله فيكم بارك الله خير نعم والسؤال الثاني على الصلاة لأن ذكر سفان الثوري وأحمد بن حمد أن الأحاديث التي بها وعيد لا تتأول فهل يطلع هذا الحديث عن نفس الشيء؟ أنه لا يتأول أحاديث الوعيد؟ وهو أقل من ساحة توضع الصورة مثال من نفس الشيء تعب عنه أو كافر ومن حرف بغي الله فقد أشرك وبالفضل الله فقد كفر ولو الأسناد في بعض المقال لأحد العلماء فهل ناخذ القول يعني أنت ذكرت بالنفس الفضل التقريفة بالنفس على أحمد له خمس أقوال وبعض العلماء من الممكن قال الزجر أو شيء فهل ناخذ القصد في كلام أهل العلم أنه ما تتأول الأحاديث أحاديث الوعيد أنه ما تتأول أنه أنت تتركها كما هي تقول ليس أنه ما لا معنى آخر لأنه لو أخذنا أنه ما لا معنى آخر فقول النبي صلى الله عليه وسلم أن أتى حائد في دبوريا فقد أشرك ما علمنا في أمة الإسلام أنه قال واحد أنه إتيان الحائد في دبوريا يعني الخروج من الملة هذا القصد وأما أن أهل العلم لهم أقوال عديدة هذا طبيعي السؤال طبيعي السؤال هنا أكيد دون الكفر دون الكفر لأنه ويقول ذلك ابن القيم حتى ابن القيم يقول أنه لا يعني ما في يقطع ابن القيم أن الحكم بغير ما أنظر الله وترك الصلاة من الكفر العملي أي من الكفر الأصغر من الكفر الأصغر بل يقول يعني شبه إجماعة في ذلك ولكن الله أعلم نحن ما نريد ندخل الآن اكتبه يا أخوة المشكلة أي لما أنت تقعد تتفهم الناس هذا فأقول له إيه خلاص معناته إذا أنا تركت الصلاة أنا أستاذني مسلم معناته ما أتصلي هذا هو مثل ما تقول له واحد من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة على ما كان من العمل تقول له آه أنا أقول لا إله الله هذا القصد أنه أنت بهوه لما أنتوا تقولوا هذه الأحاديث للناس الناس ما تتأولا بحيث أنه تترك العملي في هذا الحديث الذي جاء قال أنه قال له إن يقتل قال له خالد مخلط في النار ابن عباس نعم ابن عباس نعم ما تقول قال له ما شك عيونه حتى قال له كيف تقول هذا الكلام فقال له ما ترى هذا جاي ليقتل واحد آخر فإذا قلت له الآن أنه القاتل له توبة قال هل في القاتل توبة قال له لا نعم والله يديك واحد ترسل الثانية نفس الملك الجلسة تصور أنت هل يدخل واحد يقول لك وين خالد يقول لك وين خالد يقول لك ودا أنا أقول لك ولكن لا أنا استغربت بالحديث الثراثل أحب الله يعني خبرهم الثراثل كان الأبرس والأطرق نعم كل ملك من رأس ألهم فهل من يعني هو ما كان محتاج بالاختباص هذا من باب حكمة الله سبحانه وتعالى يبين الله سبحانه وتعالى لنا أن الله سبحانه وتعالى عدل حكم عدل بحيث أنه رغم أن هؤلاء عندهم الله يعلم كل شيء ولكن يسألهم فهو لي أن سبحانه وتعالى أكل منه أكل منه لا عدل أمتحان الناس ببعض الأقوال هذا من صفة الخوارج وليس من نجاة أهل السنة والجماعة امتحان الناس يعني الخوارج ماذا كان يمتحنوا الناس ما قولك بعلي ما قولك معاوية ما قولك بالكذا ما قولك بالصيام ما قولك بالحديث المعتزلة ماذا تقول حديث لاحاد ماذا تقول كذا القرآن مخلوق مو مخلوق وهذا ليس من صفة أهل السنة والجماعة الجنوعة ما يمتحنوا الناس لا براجل ولا باقوى كيف يمكن أن تضع هذا لكي تشغيل ما هو كفر أصدر كفر أكبر وقد قلت المعلمون ليفعلمون كيف سيستطيع أن تفعل هذا المعلمون مثل يحصل بأن أسماء ابن أباس أصدق وقد كانت أحداً فالهما يحدث عن تهيب أن أشخص احداً أحسن أن أتلك إذا كانت المعلمون يمكن أن أعطي الوصف أن تريد أن أخي لم يسمح أيضا وديهم الإجراء ونذهبط ويجضا لماذا حصلت pacستي هل أنقلو أحياء هل أنه قد أن تكون هذا أنه لا أهدا أحيانا ويجب أن يطرق كان من خلالتك لذالذ فسنة لذالذ ويجب أن نتلقن أحياء أحياء لا أحياء لا يحترون وكان يANSيبتم بسرعة إنه إما غير مددى لكن هنا يدحكنا يمحثون يستطيع بوحية أفضل يستطيعوا أفضل يستطيع التضمع أفضل أفضل اشتركوا في القرآن لا أقرأ في الدين قد تبعين الرجل من الجي فما يكفر بالطاوط ويؤمن بالله فقد استمسك بالعرورة في وسطا لن في صالح ela لا يمكن أن هناك وخطأ لا نستطيع البطاء تجيب أن يجب أن يضع على فضيل أجيب لكنم يجب أن يجبين يجب أن تحقق تحقق وفضل يجب أن تجيب ويجب أن تجيب أن تجيب أن تحقق هذه الانتçon هذا هو بلوسط سبصت شيء متسهم ودس هذا مقابل هذا أيضا ليس مقابل فعال مسلم إنسان قضاء لديه بشأنه لديه وتيه لديه لديه مباشرة لديه إذاً هناك لديه ليس لا يمكن أن يكون للمسلم هذا لا يمكن أن يكون للمسلم للمسلم لأنه إذا كانت للمسلم فلن تكون للمسلم مع الله تحيزت 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 وهذا الضغطة الضغطة لاكد مرحبا و ندريه ! لاحقه لديه الواجب وضعه ولكنه سنحدث ولكنه لديه مشخص لديه لديه من الأولى من الأولى أولا ترجمة نانسي قنقر وقال لا إلى الله فصار هذا المسلم صار ملزماً ببعض الأمور وبعض الأمور ملزماً يتركها فإذا ما فعل في يوم القيامة فلذلك المسألة سهلة يقال لهم هذا الأمر فإذا ما أراده وقل له خلص أنت ما تريد تصلي لا تصلي ما تريد تصوم لا تصوم ويوم القيامة سنة خلص يعني لا تضيع وقتك ترجمة نانسي قنقر 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 لا يحبونهم ولا يحبونهم لكنهم يحبونهم هذا كان لهم ما يحبونهم ويحبونهم ويحبونهم الله يحبونهم خوف السلف أن يكونوا منافقين هلا ونفق الأكبر الأصغر يقولون أنه لا يفق الأصغر ولا يفق الأكبر وإنما كانت أمور بالنسبة لنا اليوم ولا شيء أما عنده كان الرجل جالس تحت جبل يشك أن يقع عليه أنه لا يدرك الإمام في تكبيرة الإحرام كان عندهم هذا من النفاق أنه ما يذكر الله ما يقوم الليل ما يصوم ما كذا يعني هذه الأمور هي سنن عندهم تركة كان يخاف على عالم النفاق أما نحن فنترك الواجبات ولا نخشى بالعكس ننتقد الصحابة نظر الله العافية والسلام الله العالمستع لا يفق الأصغر لا يفق الأصغر ويشأني لا يفق الأصغر أمور نظر الله العالمين الداجال'ي قد ينسى الداجال يبدأ أحيانا إلى إصلاح المصاعدة الداجالة لكن في السوق المصاعدة لا يتنسى الداجال الداجال قد يصنع مع المصادار محملون مع المصادرين مع المصادرات المستمرت ومسلمين 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 يتعلمون من أجل المنزل الله أعلم وإن لا أعلم لكن هذا هو أجل المنزل الآن الزجال في نحن الزجال أعلم أنه في العقر كانت الزجال في العقر الزجال في المنزل والله دس كاميبا الدجال اسخومين يزاقن منشلوتي اسخاميني انت غزاقن الدجال الله أعلم الاعور الدجال اسجب برؤوس يا اعور الدجال يوم اندين فيئين على اعور الدجال سلام عليكم الله سلام عليكم الله سلام عليكم بس أبارك الله فيكم اسكن زايد يا ولكن اعور الدجال إذا كان موجود سيخرج لا تخافوا لا تخافوا وإذا خرج إياكم ان تذهبوا إليه فهربوا منه لا تعمل لي حالك بطل نعم 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 هذا حديث تميم الداري أخي بارك الله فيك حديث الجساسة حديث الجساسة في صعيم مسلم وبعض العلم ضعف الحديث ولكنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الدجال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان فيكم فانا عجيجوه فلو كان هو الدجال الدجال وقالوا عن أبن صياد أنه الدجال أيضا لا هذا غيره قال الدجال أبن صياد وكان أعور نفس الشي وما كان عنده أولاد نفس الشي وقال له للنبي صلى الله عليه وسلم نعم السلام عليكم